موسيقى للحصول على تحويلة للعلاج في مشفى داخل الأراضي الفلسطينية أو مشاف إسرائيلية أو حتى إلى الخارج لابد من التوجه لدائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الدائرة تعمل على مدار ساعات الدوام لتقديم الخدمة للمراجعين لكنها تحاول كما تقول التقليل قدر الإمكان من تحويل الحالات المرضية للمشاف غير الفلسطينية في ظل ارتفاع فاتورة التحويلات خلال السنوات الماضية المطلوب حالياً من المستشفيات المحلية المستشفيات الوطنية أنه هي تحسن الأداء ترفع من جودة الخدمة وهنا منقدر أكيد بالنهاية أنه نوصل لأنه نمنع جميع التحويلات للخارج وتشير الأرقام أن التحويلات الطبية تكلف السلطة الفلسطينية مبالغ طائلة ففي العام 2014 تجاوزت قيمتها 850 مليون دولار لكن وزارة الصحة تقول إنها نجحت في تخفيض هذا الرقم في العام 2015 حيث بلغت قيمتها نحو 750 مليون دولار بانخفاض لا بد أن ينعكس على واقع الخدمات الصحية في الوقت الذي باتت فيه التحويلات الطبية تكلف مبالغ طائلة بشكل سنوي تقول الجهات الصحية إنها تبذل جهوداً مضنية من أجل التخفيف من تلك الأعباء عبر توطين العلاج وتقديم خدمات أفضل وزارة الصحة تقول إنها تسعى إلى أن تكون فاتورة التحويلات إلى إسرائيل صفر في العام الحالي 2016 وضبط التحويلات للمشافي الفلسطينية فقط بما لا يضر مصلحة المرضى حيث أن التدقيق في فواتير المشافي الإسرائيلية خفض تكاليف العلاج للنصف الرؤية الوطنية هي كيف توطين الخدمة وتوطين الخدمة لا تعني أنه فقط للقطاع الحكومي بين القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص لكن الفلسطيني وتنصب الجهود على تطوير واقع الخلمات الصحية عبر تدريب الأطباء والاستفادة من خبرات دولية إلى جانب تأهيل المشافي بالمعدات اللازمة وإقامة مشافي متخصصة مثل مركز خالد الحسن لعلاج السرطان الذي يجري العمل عليه الآن أيسر برغوثي تلفزيون وطن